موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مع آخر درسي في يونت 1 سوف نتكلم في الدرس عن موسيقى في البداية أريد أن نفتكر مع بعض كيف نحسب المسافة بين عددين موسيقى أريد أن نحسب موسيقى 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 سواء عملت A-B أو B-A سوف نحسب موسيقى 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 يطلع لي في الآخر 4 units يبقى distance between any two numbers هنعمل two numbers minus بعد كده ناخد absolute value يعني لازم تكون الكيمة positive هنا بيقول لي find a rational number lying at the middle the middle يعني منتصف the way between 3 and 7 نريد العدل الموجود في النص بين 3 و 7 اول حاجة نقسم ال distance بين 3 و 7 نعمل 7 minus 3 يجعلنا 4 units نص المسافة دي هتبقى 2 لو زودناها على 3 هتبقى 5 لو نقصناها من 7 هتبقى 5 علشان نجيب النمبر هنمسك العدد الصغير 3 ونزود عليها نص المسافة يعني نزود عليها half times 4 اللي هي 2 يبقى 3 plus 2 5 يعني 3 و 7 المسافة بينهم 4 اللي موجود في النص بالزبط اللي هو العدد 5 عملت اللي smaller plus half distance أو بتراءة التانية هياخد الرقم الكبير اللي هو 7 ونقص منه half distance يعني 7 minus half times 4 هيدينا نفس العدد 5 يبقى أنا عندي قانونين أو قاعدتين مثلا نمبر that lies at the midpoint of the way between any two numbers العدد اللي براقع في المنتصف المسافة بين أي عددين أول حاجة بناخده smaller number plus half the distance إما لو خدت greatest number يبقى نعمل minus half distance between two number يبقى smallest مع plus والgreatest مع minus وناخد المنتصف يعني half في distance question number one يبقى نجد the rational number in halfway between two over five and three over seven أول خطوة لازم أن نعمله إن نحن نجيب distance two over five minus three over seven طبعا خلنا إزاي نعمل minus five times seven thirty five two times seven fourteen minus fifteen هاي يدينا negative one over thirty five والنجيب نشيله بقى one over thirty five بعد كده أقوله number العدد هنا لازم أن تحدد مين فيهم الصغير ومين فيهم الكبير ده لعملنا المص هنا 14 وهنا 15 يبقى ده the smallest number يبقى the smallest plus half times distance يبقى two over five plus one over seventy five هنخليها seventy يبقى نعمل times fourteen two times fourteen twenty eight نجمع هنا يبقى twenty nine over seven وده العدد الموجود فيه نص المساء خدت the smallest number يبقى plus هنا يقول لي find a rational number like eight one third of the way between two and eight هنا عايزين tilt المسافة أول خطوة نجيب distance eight minus two هادينا six units تلت المسافة two أنا عندي ده two وهنا المسافة عندي six يبقى تلتة خطوتين لو جيت من عند الرقم الصغير هتلعلك الرقم four لو جيت من عند الرقم الكبير هتلعلك six يبقى لازم يحددلك هو عايز تلت المسافة دي من الرقم الصغير ولا من الرقم الكبير لو فرضا قال لينا from smallest number four يبقى the number أنا عايز المسافة وهو two طبعا المسافة plus third times distance two plus two equals four يبقى ده النمبر عندي يبقى أي حاجة غير half لازم يحددلك هل هو من العدد الكبير ولا من العدد الصغير من الصغير كبير هبقى وي ده الفراكشن المدهولي تايم الدستانس اللي انا حسبت انا بيقولي find the rational number lying on force of the way between negative 6 and negative 5 from the side of the smaller number يفضل اول خطوة كده احدد بالدمعينك the smaller number علشان ما تتربطش الدنيا وتختار حاجة مختلفة لو عملنا هنا مقص بطلعنا هنا negative 3 و هنا negative 6 طبعا negative 6 هي اصغر في ال negative بنعكس يبقى negative 3 ده the smaller number ننجيب بعد كده دستانس negative 6 minus negative 3 يبقى negative 6 plus 2 over 6 في النهاية يطلع 1 over 6 unit هنقلو the number انا عايز من the smaller اللي هو نجد في third يبقى لازم نعمل بعدها plus بعد كده هو عايز force type of force times the distance اللي عندك خلي بالك انا عندي plus و times times لازم نتعمل الاول في اولويات للعمليات الحسابية اثناء الحساب هنا عندي times و plus times الاول المسألة plus تنزل زي ما هي هنعمل times تبقى 1 over 24 نواحد المقامات على 24 في النهاية يطلع لي negative 7 over 24 سيئا انقلو the number 3 اعايز رشن النبر في 5 زاويه خمس السن المسافة فس هنا عايز من the greater بنحدد the greater الاول نعمل ماس two times seven 14 four times five 20 يبقى دا الاكبر four over seven بعد كده نجیب distance 4 over 7 minus 2 over 5 بعد كا نحسب المينس زي ما احنا خدنا فيه الليسون 3 بعد ما حسب الدسنس سأقوله the number انا عايز من greater 4 over 7 greater يبقى نعمل minus الكسر المدهولي 5 times the distance طبعا نعمل times الاول 5 times 35 175 1 times 6 equals 6 هنوحد المقامات على 175 175 divided 7 equals 25 times 4 equals 100 نتلعلي في النهاية 94 over 175 وده العدد اللي هو طلبه مني يبقى اول خطوة هتشوفه عايز smallest ولا greatest number عايز انهي كسر ويبقى العدد اللي هو عايزه greater minus الفراكشن المدهولي times the distance اللي انا حسبته وبعد كده بعمل الحسابات بتاعتي عليها خالص وكده خلصنا درس الخامس وإلى اللقاء مع درس جديد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته